صباح الفل وصباح الياسمين صلاح الانتصارات صلاح العزمة صلاح الفخر الحمد لله ربنا كرم محمد صلاح مبارح وخد بطل عالم الاندية حاجة كنا بنحلموا بيها زمان نقولوا مسلا لو انت برشلوني نفسي برشلونة تاخدها لو انت مدريدي كل واحد كان عنده فرقة بره بيحلم ان هي تاخدها عشان انت بتحبها وبتحب نقومها وكده دلوقتي انت عندك ابنك ابن بلدك ربنا كرم الحمد لله وجزايا كل خير على اجتهاده في حياته وبدايته من السفر حاجة فعلا انبارح يعني فخر جبير جدا لنا لما نشوف محمد صلاح احسن لعب في البطولة واخد الجايزة التانية اللي هي جايزة الراعي علي بابا كلاي ده ولا كلارك دوت المهم يعني حاجة بصراحة ترفع الراس وحاجة تشرفنا جدا مبروك علينا ومبروك على محمد صلاح ان ربنا بيحقق له كل الامان اللي هو بيحلم بيها وهو ذات نفسه عايشنا في حالة ومعايشنا في حالة غير يعني محمد صلاح بالنسبة النسبة كبيرة جدا من الشعب المصري والشعب العربي حاجة يعني فخر حاجة مهما الواحد يتكلم مش هيقدر يوفي حقه راجل مقتهد وراجل تعب في حياته بدأ من السفر من تحت السفر كمان عشان هي وصل رسالة لكل ابو وام رسالة لكل ابو وام لو شايف ان ابنك او بنتك في اي مجال هو هينجح فيه كمل معالي الاخر فعلا شابول الابو محمد صلاح والولدة محمد صلاح هم اللي وصلوه اللي هو فيه دلوقتي وعشان هو انسان كويس وانسان بر باهله ربنا بيديله اكتر واكتر دي حاجة لازم نخل بالنا منها جماعة الاب والام عليهم عامل كبير جدا لانه هم يوصلوا لولادهم للحاجة اللي فوق خلي الشباب الغرقان في المخدرات والستروكس والبلاو الزرق اللي بقت موجودة عندنا في مصر ولا في اي دولة عربية اهتموا بولادكم شوفوهم بيحبوا ايه دوسوا معهم للاخر ادعموهم للاخر هي دي هي دي محمد صلاح ده بالنسبة لنا ايكونة لازم الكل يشوف الراجل ده عمل ايه عشان يوصل للمرحلة اللي هو فيها انت متخيل مش هنتكلم على المطش كتير المطش كان صعب جدا وفالمينجو فرقة عالية جدا ويعني مباراة من الطراز الفريد ومباراة تستحق فعلا لنا تكون نهائي كاس عالم قندية الحمد لله محمد صلاح ام براه لعب اه بمستوى كويس جدا واهم حاجة ان هو ربنا كرمه وما تصابش فرقة دي بتلعب بخشم وانتو شايفين طبعا شامبو شامبرلين طلع اه مسك عكازين خلاص الله اعلم عايخي بقد ربنا يا رب يشفي الود انا بحبه ان هو بيحب محمد صلاح واللي يحب محمد صلاح احطه فوق دماغي محمد صلاح حاجة كبيرة اوي 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 امباراة لعب مطش حلو وجاتل القرى اللي هي كانت تعتيجي في المقص دي لو كانت دخلت كان حاجة يعني فوق الوصف الحمد لله والف مبروك وربنا يا رب يكرمه وان شاء الله نركز بقى في الدور الانجليزي زي ما هو قال مباراة احنا نركز في الدور الانجليزي وناخدها واحدة واحدة وبإذن الله ربنا يكرمه ويرفع سقف ستمحطنا للسماء زي ما هو رفحها دلوقتي ومصدر فخر لينا من غير كلام اي انسان مصري بيعمل حاجة كويسة دي حاجة بتعليك انت بتعليك قدام الدنيا كلها من الاخر مش يطول عليكو صباحكو زي الفل ومبروك علينا محمد صلاح ومبروك لمحمد صلاح الجواز اللي هو اخدها مبارح ومبروك على اللقب بطل اللي كسا عامل دي ويا رب من تقدم متقدم ومن نجاح لنجاح القناة امانة في ايديكو من الاخر والزمال كاوي اللي مسح نفسه من القناة انا عارفه والله عارفه ومش عقوله على اسمه عشان هو حبيبي ماشي مقتة صغيرة بس انا لما بنهزر بنهزر عشان خاطر نضحك ونهزره الكلام دي كله بكل ادب واحترام حطي دحتها مليون خط انا لا بسبب باب ولا بسبب بام فالزمال كاوي اللي هيزعل يبقى فعلا معرفش عمر النابلي على ايه ومعايا اقول لكم حاجة من الاخر اجيبها لكم من الاخر يعني قد من الرئيس في النابلي سبورت زمال كاوي وفي القناة زمال كاوي خلصانة خلصانة راجل اكلت مععش وملح من الاخر يعني قديني جيبتالكم من الاخر اللي مشتركش في القناة يشترك وتعرفوا صحابكو وتعرفوا اهليكو خلوا بقى الدنيا تكبر معانا بقى خلينا نبقى جيش كده جيش النبلي في ايه مالكو صوح كزال فل سلام